بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل والصلاة والسلام حبيبي طلبته وطلبات الصف الرابع النهاردة إن شاء الله هنحل تدريبات الدرس الأول من الوحدة التمنى يونت 8 لسن 1 درس الأول شرح نام بارح والنهاردة إن شاء الله هنحل التدريبات بتاعته طبعا الناس اللي متابعيني عارفين إن احنا ماشيين بنظام بنشرح الدرس في يوم وتاني يوم بنعمل فيديو حل التدريبات بس بحيث إن انتوا تكونوا ذكرتوا وحفظتوا الكلمات بحيث إن انتوا تحلوا معايا يعني مش قبل ما أنا أحل السؤال تكونوا أنتوا حلتهم تمام كده برضو الناس اللي بتسأل الفيديوهات عن فيديوهات معينة كل فيديوهات الصف الرابع أنا مجمعها في قائمة تشغيل في القناة تدخل هتلاقي عنوين فوق كده قوائم التشغيل تضغط عليها هتلاقي قائمة تشغيل مكتوب عليها الصف الرابع الترم الثاني وطبعا الترم الأول موجود في قائمة تشغيل لوحده ونبدأ الفيديو باسم الله بس قبل ما يبدأ عاوزاكم تعملوا لايك عشان الفيديو ينتشر ويوصل لأكبر عدد طبعا زي ما انتوا شايفين أول سؤال عندنا عبارة عن choose تمام؟ أول جملة طبعا زي ما انتوا شايفين مدييني ثلاثة اختيارات في كل جملة بقرأ الجملة كويس وبقرأ الاختيارات بتاعتها لو في جملة صعبة بس تبعد اللي ماينفعش الأول تمام؟ وبعديا بفكر مثلا لو في جملة كلمة ماينفعش خالص بس تبعدها ده لو جملة صعبة إنما لو الجملة واضحة خلاص وطبعا معظم الجمل بيجيبها واضحة من اللي احنا درسناه ما بيجيبش حاجة من برا نوها هاد ا نقط اوف كيك احنا خدنا مبارح الباكتش اللي هو العبوات يعني الكارتن علبة كارتون الزجاجة الشريحة القطعة القالب زي قالب الصبون أو قالب الشوكولاتة طيب الكيك يا مبارح كنا بنقول عليها ايه؟ طبعا ماينفعش أقول كارتن علبة كارتون من الكيكة ولاينفع أقول زجاجة كيكة ومال هقول ايه؟ هقول شريحة كيكة يبقى هيختار كلمة شريحة تمام كده زي ما احنا شايفين سلايس نوبر تو دو يو وونت تو ايت أبارقف تحب تأكل هل أنت تريد أن تأكل أبارقف قالب من اللي ممكن يتحط في قالب هنا في دول طبعا الجوز لأ ولا الملك جوز يعني عصير وملك يعني لبن ومال ايه هيبقى شوكولات يبقى اختار كلمة شوكولات نوبر سري ويدرانك أبوتل أوف درانك دي يعني شاربة ماضي درانك احنا شربنا زجاجة من ايه اللي ممكن نتحط هنا في الزجاجة طبعا زي ما انتوا شايفين الجمل سهلة جدا بريد ولا تشيز ولا جوز طبعا جوز يبقى حط خط تحت جوز الجملة الرابعة والاخيرة اي ايت ملاحظين ان كل الافعال جاية في زمن الماضي عشان احنا شرحنا زمن الماضي البسيط ايت ماضي ايت يأكل انا اكلت شريحة من طبعا مش معقول اكلت شريحة من الصابون سوب والسوب ده اصلا منقول عليه قالب من دي الشوكولاتة ابارف سوب ما ينفعش سوب ولا ينفع ملك شريحة من البيتزا بالشكل ده يا حبيبي السؤال خلص تعالوا معايا على السؤال اللي بعد كده سؤال اللي هو عمودين وبختار كل اختيار هنا بينسبوا اي اختيار هنا وطبعا مش بوصل لا انا بحط الرقم بتاع الكلمة وصاد اللي تنسبها يعني مثلا وبقرأ اول عمود طبعا خلوا بالكو في هنا خمس اختيارات وفي هنا خمس اختيارات يبقى انا كده ما عنديش اختيار زيادة كل اختيار هنا هيبقى اعلى يعني الاختيارات اللي هنا قد الاختيارات اللي هنا اقرأ الاول هنا كده زيرز اباكت اوف يوجد باكت من او علبة من اي وونت ابار اوف انا اريد قالب من اقرأ كده وترجم طبعا احنا شاطرين وبنحفظ الكلمات بتاعتنا اول باول اي بوت اكارتن اوف انا اشتريت علبة كارتون من بودي ماضي باي يشتري ماي فاظر ايت اصلايس اوف والدي اكل شريحة من مونالوكس مونالوكس يعني شكلها تعبان مونالوكس اباكت جرين تمام كده يبقى نمبر فايف هينسبو بي كده اولا كده مبدئيا تعالوا معي بقى لما نشوف نمبر وان زيرز اباكت اوف اقول لنفسي كده يوجد علبة من هيوجد علبة من ايه هنا اللحمة طبعا لأ بيتي جرين دي اخدناها اللي هي لنمبر فايف طيب يوجد علبة من اللحمة لأ علبة من الكوكيز اي و احنا اخدنا في الدرس مبارح ان الكوكيز البسكوت بنقول عليه اباكت اوف كوكيز يبقى سي هتبقى وان يبقى هاجي هنا قصاد وان وحط سي تو اي وانت ابار اوف انا عايز قالب من ايه اللي بتحطي هنا في قالب على هيئة قالب الشوكولاتة ابار اوف شوكولات يبقى دي قصاد تو نمبر سري اي بوت اكارتن اوف انا اشتريت علبة كرتون من طبعا ايه اللي هتحط في علبة كرتون العصير يبقى ايه هتناسب سري فور مايفوزر ايه تسليس اوف اكل شريحة من الايه مايفوزر طبعا هي اللي فضل عندي ميت اللحمة يبقى ايه هتناسب فور وتبقى الايجابة بتاعتي بالشكل ده زي ما احنا شايفين شكلها ممصق وجميل تعالوا معايا بقى على السؤال اللي بعد كده السؤال المهم جدا سؤال الترتيب وشرحنا فيه تكت كتير قبل كده ببدأ بالكلمة لتحتيها خط بعد كده اشوف الكلمة اللي انا بدأت بها دي عبارة عن ايه عشان افكر في الكلمة اللي بعدها هنا اي ضمير انا اه طالما ضمير او اسم يبقى لازم ادور على فعل طيب ايه فين الفعل هنا اي وانت اي وانت ابور اوف شوكلت اهي اي وانت ابور اوف شوكلت وزي ما قلتلكم عشان من مبادئ الخط الجميل اسيب مسافة صغيرة من كل كلمة والتانية نمبر تو اميرة بدأ بعندي باسم تمام يبقى ادور على فعل طيب فين الفعل هنا بعد اميرة بوت يبقى اميرة بوت اه اميرة اشترت ايه اكيد اصدو قطعة جبن يبقى اميرة بوت ابيس اوف تشيز اميرة بوت ابيس اوف تشيز نمبر سري وي وي دي كلمة استفهام معناها لماذا يبقى انا عندي هنا سؤال طيب بعد كلمة استفهام اتفقنا قبل كده بجيب مساعد دو او ضز او دد يبقى انت لما تلاقي كلمة استفهام وفي عندك فعل مساعد يبقى اخذه على طول ورا كلمة الاستفهام طبعا مش شرط كل مرة فعل مساعد بس لو موجود عندي يعني لو الجملة كده تمام وي يبقى دد وبعد الفعل المساعد الفعل او الاسم الفعل ده ممكن يكون ضمير او اسم هنا عندي عادل يبقى why did عادل وبعد كده الفعل في المصدر فين الفعل في المصدر want يبقى why did عادل want a bottle of water نحن بتبالي اجابة بالشكل ده why did عادل want a bottle of water تمام كده اخر سؤال عندي bank tuition اللي هو علامات الترقيم واتفقنا ان علامات الترقيم احنا حفزناها الحرف الاول في الجملة capital في الاخر لو جملة احطه نقطة لو سؤال بحط علامة استفهام طبعا جوه الجملة لو في اسماء اشخاص بحط الحرف بتاعها capital او دول اسم دولة طبعا هو انا عندي هنا ريم بس هو عامله تمام هو عامل الor يبقى انا نقصني العلامات اللي نقصاني ال W بتاعت ويتش هتبقى capital وفي الاخر طبعا ده سؤال ويتش فود دي دريم ايت يبقى حط علامة استفهام بكتب الجملة كاملة وبعمل علامات الترقيم وانا ماشو كده وحط خط صغير تحت كل علامة اهو يا حبيبه كده ويتش فود دي دريم ايت وطبعا حطيت خط تحت ال W وعلامة الاستفهام الor طبعا هو اللي عملها مش انا اللي عملها هيبقى انا عملت ال W وعملت علامة الاستفهام طبعا زي ما انتم لاحظين ان التدريبات ما فيهاش باراجراف على كل سؤال هو بي يعني على كل درس مش كل الدرس فيها باراجرافات هو مختصر شوية فيه التدريبات عشان ننجز بس في المنهج عشان الوقت قصير زي ما انتم عارفين ان شاء الله بكرة هنشرح الدرس التاني من الوحدة التامنة اتمنى تتابعوني واتمنى تذكره اول بول وإلى اللقاء ان شاء الله بفيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة